بمشاركة عالمية واسعة تأتي استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ لبحث تحديات التغيرات المناخية في وقت تكافح فيه الدول لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارية استضافة مصر لمؤتمر المناخ قاب 27 تهكس مدى التقدير العالمي لرؤية ومبادرات وجهود مصر في مجال مواجهة التغيرات المناخية والحد من أثارها والتكيف مع بعض نتائجها وذلك على المستويات المحلية والأفريقية والدولية حيث أنها تأتي في ظل ما يشهده عام 2022 من أزمات اقتصادية وسياسية وأزمات في الأمن الغذائي والتقى مؤتمر المناخ هذا العام يسعى إلى تحقيق عدة أهداف الرئيسة في مقدمتها تخفيف آثار التغيرات المناخية والذي يتمثل في اتخاذ إجراءات جريئة وفورية للحد من الاحترار العالمي إلى أقل من 2 درجة مئوية بالإضافة إلى مساعدة الدول النامية على مجابهة آثار تلك الظاهرة إذن هي جهود حثيثة تقوم بها مصر خلال رئاستها لمؤتمر شرم الشيخ لضمان خروج المؤتمر بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي باعتباره نقطة مفصالية نحو الانتقال من الوعود إلى التنفيذ لمواجهة التغيرات المناخية وتداعيتها على أرض الواقع